نحل هذا السؤال على الاحتمال المشعوط السؤال طبعا في امتحان منتصف الفصل في الكتاب إذا ألقي مكعبان متمايزان معاقمان بالعدال من واحد إلى ستة مع واحدة فما احتمال كل من ما يأتي أول شي مكعبان متمايزان يعني مكعبان مختلفان احنا رميناهم ففضاء النواتج اللي عندي راح يكون المكعب الأول إلى ستة احتمالات المكعب الثاني نفس الشي كل رقم بيطلع عندي في المكعب الأول فيه إلى ستة احتمالات نفس الشي الاثنين من واحد إلى ستة الثلاثة من واحد إلى ستة وهكذا فبالتالي عدد عناصر فضاء العينة هو ستة وثلاثين طبعا هذا ممكن نحن نستخدمه في الأسئلة اللي بتجي أن نحن نحل السؤال كامل باستخدام التقاطع أو باستخدام القانون فالسؤال الأول يقول ما احتمال ظهور عدد فردي على أحد المكعبين فقط علما بأن العدد ثلاثة ظهر مرة واحدة على الأقل مثل ما قلت ممكن نحن نحل بالقانون والاحتمال المشروط ممكن في الطريقة الأسهل أن نحن نقلص فضاء العينة فإحنا قلنا دائما في الاحتمال المشروط اللي يهمنا الفضاء المقلص سوف نأخذ الشرط العدد ثلاثة ظهر مرة واحدة على الأقل لو جينا بس نكتب هذا الحدث الثلاثة تطلع مرة واحدة فقط دعنا نبدأ بالحجر الأول لو قلنا واحد نحن نبي الثلاثة يظهر مرة واحدة على الأقل فنقول واحد وكم واحد وثلاثة بعدين طبعا واحد وثلاثة الثلاثة نفس الشي وسلاسة ثلاثة وسلاسة بعد أوكي لأنني قال على الأقل يعني ممكن نطلع مرعتين و أربعة وسلاسة وخمسة وسلاسة وستة وسلاسة فالثلاثة هني طلع مرة واحدة على الأقل بس في أيضا ممكن نعكس ممكن نقول ثلاثة واحد وثلاثة سنين ها هني لاحظوا ماحتاج هاد ما هاد ما ماستع كررها فهاد ما بكررانا فراح أقول ثلاثة واربعة وثلاثة وخمسة وثلاثة وستة فنلاحظ كم عنصر عندي أن عندي أنا هني من واحد إلى ستة واتكرروا مرتين وعلى ثلاثة وثلاثة ففي عندي هني لو تلاحظون 11 عنصر فالاحتمال بشكل بسيط راح يكون هني الفضاء المقلص عدد عناصر 11 نروح الحين إلى السؤال ظهور عدد فردي على أحد مكعبين فقط نجي هني إلى العناصر اللي كتبناهم ندور عدد فردي وواحد على أحد مكعبين فقط لاحظوا واحد وثلاثة خطأ سنين وثلاثة نعم السلاسة فردي وواحد هني لا عددين فرديين سلاسة وثلاثة أربعة وثلاثة أوكي خمسة وثلاثة لا الشتة وثلاثة أوكي عدد فردي واحد سلاسة وواحد لا عددين فرديين سلاسة وثلاثة نعم سلاسة وأربعة نعم سلاسة وخمسة لا ثلاثة وستة نعم. فلاحظوا عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. فالاحتمال يساوي ستة على احد عشر. السؤال لبعده. ما احتمال ظهور العدد اربعة على احد المكعبين فقط علما بان احد العددين كان زوجيا. انا لحي ما بس ما بسرد العناصر. طيقة ثانية خلنا نحل. احد العددين كان زوجي. انا لو قلت واحد احنا قلنا فضاء النواتج للحجار الاول. من واحد الى ستة. الحين انا الحجار الثاني بروح اكتب بس بملاحظة ان انا اقول احد العددين كان زوجي. فانا اذا قلت واحد. نبغي زوجي. فممكن نقول اثنين. وثلاثة. او لا ثلاثة ما يسير لان احنا بها زوجي. فاثنين واربعة وستة. لازم يكون في عدل زوجي واحد. هو قال عدد احد العددين كان زوجيا. فلاحظوا احنا احد العددين كان زوجيا. لو جينا للاثنين. راح ااخذ الفردي فيه. لان الاثنين زوجي. فراح اقول واحد. ثلاثة. خمسة. تعالي للثلاثة. الثلاثة لازم ااخذ الزوجي. يعني اثنين. اربعة. ستة. تعالي للاربعة. ااخذ الفردي. واحد. وثلاثة. وخمسة. لو جينا للخمسة. فلا تلاحظوا ان في كل مرة راح يكون عندي ثلاثة عناصر. فراح يصير ثلاثة في ستة. فالاحتمال هنا في المقام. عدد العناصر هو ثلاثة في ستة. وممكن تسعدون العناصر مثل ما صوينا هني. بيطلع لكم اه ثلاثة اه في ستة. طبعا هني ثلاثة في ستة قلنا. لهم ثمانتعشر عنصر. او ثمانتعشر زوج معتب. الحين ما احتمال ظهور العدد اربعة على احد المكعبين فقط. يعني احنا بس ندور الاربعة. لاحظوا. هني. هاي واحد. اهني ما في شي. طبعا هني في واحد بعد ثاني. هني لو تلاحظون في واحد بعد لانح ن cumplلنا الاربعة مع الفردي. هني ايضا بيكون في واحد وايضا هني راح يكون في واحد. ففي عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اه. واحد آثنين ثلاثة اربعة خمسة. اه. ستة. فالناتج هو ستة على ثلاثة في ستة. اللي هي تساوي كم? تساوي ثلث. السؤال الاخير. ما احتمال ان كل العددين كان زوجيا علما بان واحد على الاقل كان اثنين دعنا نستخدم العناصر هنا اسهل نحن نقول احد واحد من المكعبين طلع فيه اثنين دعنا نبدأ بالواحد واحد وكم واثنين بعدين من واحد والسنين قل لان قال اس mete 6 , три سنين ارتاحبون هاذ السؤول هاذ السؤال نفس الاستخدم , ارتاحبون ههد الس 替 coordination بفوق هاني قال عدل السلاسة ظهر مرة واحد ا pioneers 1 علي الاقل وهاني قال السنين عماره واحد arae الاقل نởي مره ا Menin 3 و 2 نكمل. اربعة واثنين. خمسة واثنين. وستة واثنين. كملنا الحجر الاول. نروح الى بالعكس. ثنين واحد. طبع ثنين واثنين ما منكررها. فمنقول ثنين وثلاثة. ومنقول اه اه اثنين واربعة. واثنين وخمسة. واخر شي ستة. او اثنين. اه وستة. فنلاحظ ان مثل ما صار عندي في الصالة الاول. في عندي حداشة عنصر. فالبي هني راح نقول. عدد العناصر حداش. نجي الى السؤال. كلا العددين كان زوجيا. ندور العدد الزوجة بس. فيهم. العددين لازم يكونون زوجيين. فهذا اوكي. اثنين واثنين. واربعة واثنين. وستة واثنين. واثنين وستة. واثنين واربعة. وخلاص طبعا هني. فكم واحد عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة. خمسة. فالاجابة حق هذا الاحتمال هو خمسة على احداش. فهذه هي طريقة اه حل السؤال باستخدام الاحتمال المشهود طبعا عن طريق تقليص فضاء العينة.